موسيقى صباح الخير ضربات الجوية الأمريكية والبريطانية مستمرة على مواقع عدة للحثيين الأصف الإسرائيلي مستمر على عدة جبهات بقطاع غزة ورقعة القصف بلبنان عم تكبر يوم عن يوم اقتصاديا سعر صرف الدولار ما زال مستقر وسط أحاديث عن توحيد سعر الصرف فهل رح تنجح هاي الخطة؟ أسئلة كتيرة بتخص هيدا الموضوع رح يجاوبنا عنا الكاتب السياسي والاقتصادي مازن عبود يلي رح ينضم لنا بسياء الحلقة ومنكمل حلقتنا بفقاراتنا المعتادة البداية بفقارة اليوم في التاريخ بمثل هنهار من عام 2007 أغلقت المعارضة اللبنانية الطرق المؤدية للعاصمة بيروت ومطار رفيق الحرير الدولي لتضغط على الحكومة لا تستئيل وأدى هالأغلاق لمواجهات بالشارع بين مناصري الطرفين وإلى سقوط عدد من الضحايا نبدأ جولتنا على الصحف ودائما مع صحيفة النهار وأبرز عنوين الصفحة الأولى ظهر البيدر تحويل الشاحنات من طريق منهار إلى آخر معرض للانهيار برمجة سياسية واسعة للخماسية الأسبوع المقبل السفير السعودي التقى نظيره الإيراني ويزور عين التيني منفردا نبقى مع النهار ومنتابع بالصفحة الأولى أعنف قتال في خان يونس والجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى نبقى مع النهار وأبرز الأخبار اللي وردت لليوم بأسرار الآليها غرد نائب بيروتي عن إشكال حصل في أحد شوارع العاصمة مناددا بالمظاهر المسلحة والفلتان الأمني لأتبين لاحقا أن الفيديو من بلدة برآيل في عكار وقبل بردود شامتة تواجه إحدى شركات تحويل الأموال الجديدة حملة عبر واتساب يتنقلها اللبنانيون تتهمها بتحويل أموال من وإلى النظام السوري علما أن تلك الشركة تنشط في تحويل الأموال في الداخل اللبناني مجانا يشكو أهالي التلامذة في مدارس المصطفى من إلزامهم التوقيع على أوراق تتضمن تفويضا مسبقا للإدارة بتقرير الزيادة على الأقصاد وفق ما تراه مناسبا خلال العام الدراسي والخبر الأخير تتقدم اليوم نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ومجموعة من المالكين القدام المتضررين بشكاوى أمام مجلس شورى الدولة ضد خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي برد قانون الإجارات للأماكن غير السكانية إلى مجلس النواب منتبع جولتنا ومن النهار سنكون مع اللواء إسرائيل تدفع بألوية الموت إلى خان يونس والمقاومة تقتل العشرات خلال ساعات نتنياهو يراوغ ويقترح هدنة لشهرين وأهالي الأسرة يقتحمون الكنيسة تنصيق أمريكي فرنسي لاحتواء التصعيد جنوبا والاحتلال يواصل استهداف القرى جوا بخاري في عين التيني اليوم بعد لقاء الخيمة والتيار العوني يفقد التأثير على نصاب الموازنة نبقى مع اللواء ورح نكون مع فقرة همس أسقطت أطراف لبنانية من حساباتها المهمة التي يعتزم وسيط رئاسي القيام بها إلى بيروت بعدما نعت دوائر بارزة في إدارة بلاده مهمته وهو على طريق الإحالة إلى التقاعد تمر العلاقة بين حزب وسطي وتيار حليف لسنوات بتأذم على خلفيات تباعد متمدية منذ ما قبل الانتخابات النيابية يستبعد خبراء إقدام مصرف لبنان على تقديم رؤية جديدة للتعاملات سواء على مستوى الرواتب أو توحيد سعر الصرف قبل وقف حرب الجنوب المعلقة على حرب خصة ومن اللواء رح نتابع الجولة ورح نكون مع نداء الوطن مقاتل نداء الوطن هوكستين لم يفشل وتشكيلات اللواء عثمان قانونية الحزب يطلب القرب رئاسيا من بكركي بروتوكول جونسون يؤجل جولة الخماسية على القيادات خلاف طارئ على تعديل التعميم 151 نبقى مع نداء الوطن لن تابع فقرة خفايا يقال إن تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون بالموازنة العامة لن يمر أولا في المجلس النواب كونه غير قانوني وجل ما يهدف إليه هو تمهيد الطريق لمشاركة التكتل في الجلسة العامة يتردد أن بعض السياسيين عمدوا إلى نقل أموالهم إلى مصر لاستثمارها في شراء العقارات طلب رئيس كتلة وازنة من مسؤول كبير إعادة تفعيل دوره متعهدا بتأمين الدعم اللازم له بعدما كانت العلاقة في الفترة السابقة متوترة من تابع جولتنا وأيضا من نداء الوطن سنكون مع الديار وأبرز عنوينة لليوم الخماسية تتحرك تحت ضغط الوقت دون خطة تمنع التصعيد جنوبا تباين فرنسي أمريكي حول نجاح المقايضة بين الرئاسة والـ 17-01 لقاء البخاري وسفير إيران إيجابي ولا نتأج ملموسى مستوصن الشمال لن يعودو وعم نشوف أيضا مقتل أكثر من 30 ضابطا وجنديا إسرائيليا في خان يونس من الديار رح نتابع الجولة مع الأخبار وعم نشوف الصفحة الأولى خان يونس أيام إسرائيل الأصعب رح نبقى مع الشرق الخماسية بدون إيران لا تستطيع أن تجد حلا الطريق مسدود والشعب الفلسطيني يعاني القتل والجوع والتهجير مقتل وإصابة 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا بتفجير مبنيين في خان يونس من الشرق رح نكون مع صحيفة لوريان لوجور الفرنسية وأبرز عنوين لليوم جهود أوروبية لحل الدولتين بخاري يستقبل نظيره الإيراني لتعزيز المصالحة على دفاف الليطاني نرى الحرب تقترب وبعد خروج ديسانتس أصبحت ترامب في الطليعات لن يتم إضراب معلمي القطاع الخاص مشاهدينا رح نكون مع فاصل إعلاني ومنتابع من بعده جولتنا على الصحف متابع حلقتنا من بريس ريفيو وهلأ رح ينضم لألنا الكاتب السياسي والاقتصادي مازن عبود باتصال هاتفي أهلا وسهلا فيك معنا ببريس ريفيو صباح الكيار في تمرالا كيفيك أهلا أستاذي نيحة حمد الله اليوم السؤال الأبرز هل خطة توحيد سعر الصرف ممكن أن تطبق بذل هذه الصيغة المطروحة من الموازنة التي تضمن عدة أسعار لصرف الدولار الموازنة جديدة المعمولة هي معمولة باعتقد فلسفتها على سعر صرف 89 أكبر ولازم تستكمل أكيد بخطة إصلاحية لمجلس نواب وكابت الكنترول باعتقد الهدف الأساسي مش باعتقد الأكيد من هدف الأساسي هو توحيد سعر الصرف بالسوق واللي هو مطلب البنك الدولي بهذا الإطار اليوم باعتقد بغضون الأيام المقبلة ستقرر الموازنة بس إنما مع إقرار الموازنة إن لم تستدبع بخطوات إصلاحية وكابت الكنترول سيكون لها مفاعل كالفية من هون ما فينا نقرر الموازنة من دون إقرار الكابت الكنترول والخطة الإصلاحية وهيدي أكيد بدأ شجاعة وأكيد بدأ اعتراف بالخفارة وأكيد بدأ المباشرة بالعمل بهذه الخطوات هذه يعني أنا برأيي كمانا لازم ينحط المواطن كأولوية بهذه الدراسات التي عم تنعمل لأنه شفنا الموازنة كيف كتير رح تحط من الأثقال على المواطن وهون سؤالي ما مدى تأثر أسعار السلع الغذائية بما يحصل أولاً بيئة المنطقة وتانياً في حال الموازنة بيت سريع المفاعل اللي لحي يتأثر بالأسعار الغذائية طبعاً هي نتيجة ما يجري في المنطقة ونتيجة الصدمات الجيوسياسية اللي هي حاصلة وبالتالي زيادة التضخم والأسعار نتيجة أكيد ارتفاع أسعار الشحن نتيجة ارتفاع أسعار الفيول جراء التوترات والصدمات الجيوسياسية بمحيط البعر الأحمر وما إلى ذلك من الموضوعات إذن يوم ما يحصل هو خلينا نقول المحيط الأمني والسياسي لا يعمل في مصلحة الاقتصاد مما سيترتب عن ذلك زيادة كبيرة في الأسعار على مستوى كل العالم وستعاني من البلدان الفقيرة مثل لبنان طبعاً الموازنة ما تشوف أنا فيها كثير تأثيرات بهذا الإطار التأثير الأساسي هي الصدمات الجيوسياسية على العكس ما الكثير عم بيقوله اليوم أنت اليوم بيوضع مش إدراني تزيدي للموظفين من دوم ما يكون عندك خلينا نقول إيرادات إضافية وهذه الإيرادات الإضافية مش إدراني تأمنها أنت بالدان وأنه مصرف لبناني مولك يا لأنه إذا عم بيوولة مصرف لبنان معناتها عم يستهرك أكتر أموال المدعين والاحتياط الإلزامية اللي هو ممنوع أنت اليوم بورطة كتير كبيرة والخروج من الأزمة يتطلب أحياناً كثيرة علاجات موجعة اليوم ما عندك كتير خيارات ما عندك الترف طبع الخيارات اللي هي كل شي بدك تعميه بدك يكون عنده تأثير باعتقدية خلينا نقول هي موازنة الممكن في ظل الوضع الصعب المطلوب اليوم أنه مع إقرارة لهذه الموازنة أنه المشرع يدرك تماماً أنه بده يقر الكابة الكنترول وبده أن يوقفوا أصحاب المصالح يتاجوا بالموضعين لأنهاء آخر فلس من فلس الموضعين مثل واحد اليوم عنده ابنه يبيخسره يبيخسر له إجراء تركينه يخسر ابنه تمشان ما يخسر الإجراء لابد يخسر الإجراء بس يبقى الصبي طيب وهذا المطلوب اليوم شكراً لك أستاذ مازن عبود على هذه المدخلة من الاتصال مع الكاتب السياسي والاقتصادي مازن عبود إلى الصحف العربية وآخر العنوين يلي حملتها نبدأ الجولة مع صحيفة الشرق الأوسط حماس من مقاسم الأنفاق إلى الرسائل الخطية الشرق الأوسط تنشر معلومات عن آلية التواصل بين قاطة الحركة رغم المطاردة الإسرائيلية فاكستان تطارد مرتبطين بالحرس الثوري رغم اتفاقها مع إيران على موعد عودة السفراء السجن لقيادي في لواء القدس سوري من أصل فلسطيني ودينا في لهاي بجرائم حرب إسرائيل تدفع بأربع ألوية لحسم معركة خان يونس إسرائيل تعتمد نهش الاختيالات في المواجهة مع حزب الله سنتقل من الشرق الأوسط إلى الاتحاد محمد بن زايد توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة محمد بن راشد دبي المنصة الحاضنة لحوار عالمي من الاتحاد رح نتابع الجولة ورح نكون مع الوطن قطر وتاجكستان تعززان العلاقات صاحب السمو يرعى حفل تخريج مرشحي كلية الزعيم الجوية اليوم وطبعا كنا عم نشوف بالصور اللقائية لضم صاحب السمو ورئيس تاجكستان يبحثان العلاقات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة من الوطن رح نتابع الجولة ورح نكون مع الأنباء رئيس الوزراء استقلالية القضاء ركن العدالة أعداد المدعين في الكويت خمسة أضعاف المقتردين نبقى مع الأهرام دور مصري في التحول الدولي للطاقة النظيفة الرئيس تسريع التعاون مع اليونان في جميع المجالات وتيسير إجراءات المشروعات المشتركة نبقى من الصحف العربية راح نتابع جولتنا مع الصحف العالمية وآخر العنوين يلي تصدرتها صفحات الأولى نبدأ الجولة مع صحيفة الموند الحد الأدنى للأجور في فرنسا في قلب الكسور الاجتماعية نبقى مع لوفي جارو توزيع المهاجرين هؤلاء رؤساء البلديات هم الذين ضقوا ناقوص الخطر نبقى مع The Guardian الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحثيين هي التي تصدرت الصفحة الأولى نتابع مع كاريكاتور وبصحيفة اللواء عم نشوفها نصاب مؤمن والنصاب مش مطمن ونبقى مع النهار وبريشة أرمان حمصي وهو ما يحصل بالجنوب وغزة والديبلوماسية على الطاولة من كاريكاتور سننتقل لفقرة أجندة اليوم على ساعة تسعة ونصف في جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلف درس اقتراح قانون القضاء الإداري واقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشففيته وأصول المحاكمات الإدارية على ساعة عشر ونصف تحرك أهيل ضحايا أربع قاب احتجاجا على استدعاء رياض طو على ساعة اتناشف بيستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليسبو صعب سفير بريطانيا بلبنان هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا دقائق قبابي لأيكم الزمير رالف دومت بنشر الساعة 8 والموعب يتجدد صباح بكرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة